ما بين المحرقة اللي حصلت مبارح عندنا محرقة هو ده اللي حصل هي مش مجرد عملية قسف صاروخي ولا صواريخ خارجة من شوية طائرات ولا هي شوية قزائف خارجة من دبابات احنا بنتكلم على عدو متطرف وعنصري وقاتل ودموي ويتعمد احداث المذابح ده حدث عمدي اللي تعمل في مخيم النازحين مبارح متعمد نحن نتحدث عن مخيم للنازحين غير المسلحين مدنيين بنسبة 100% نساء واطفال وعجائس بنسبة تقريبا من الموجودين في المخيم اكتر من 75% النتيجة انه فيه 66 واحد تقريبا لحد اللحظة اللي انا بكلمك عليها وطبقا لبعض التقارير الصحفية طبعا بغير المئات من المصابين 66 تم استشهادهم في هذه المحرقة بن يمين نتانياهو يجسد صورة ابشعة من هتلر حكومة نتانياهو هي صورة اكثر بشاعة واكثر عنفا بل وقد تكون اكثر انحطاطا من اي شكل من اشكال الحكم النازي اللي شفناه قبل 45 او اللي قرينا عنه قبل 45 ده اللي بيعملوا بن يمين نتانياهو اللي هو مصر حتى هذه اللحظة وانا وانت بنتكلم كان من كام ساعة واقف في الكنسة بيدافع عن اللي عملوا وعن هذه الكارثة وبيقول احنا مستمرين في الحرب حتى نستطيع ان نقضي على حماس بكاملها وان نعود بالاسرى عن اي اسرى بن يمين نتانياهو يتحدث عن اي اسرى بن يمين نتانياهو يتحدث بن يمين نتانياهو بتحركاته هو وحكمته المتطرفة ادوا الى مقتل عدد لا بأس به من اسراهم نتانياهو هو اللي بيقتل الاسرائيليين مش المقاومة نتانياهو هو المتسبب الاول وقد يكون الوحيد نظرا لتحمله مسئوليته هو كرئيس حكومة عن كل اللي بيحصل على الاراضي الفلسطينية وحتى في داخل دولته المزعومة يا ايرلابيد بالمناسبة ليس من دعاة السلام لكن بيبحث عن مصلحته زعيما للمعارضة في الكنسة وتحدث هجوما عن نتانياهو في الكنسة النهاردة برضو وحدث وقال ما لم يقوله مالك في الخمر بل انه طالب باقالة حكومة نتانياهو وضرورة تغييرها مش بس التعديل لكن السؤال هو هل هيقى في المجتمع الدولي قدام هذه المحرقة البشعة اللي هي ابشع مما فعله هتلر من تسعة وتلاتين والحد خمسة واربعين بس بمجرد موقف المشاهد الذي يشجب ويندد ده سؤال مهم المجتمع الدولي دوره ايه في ده يعني هتفضل كل دي ما اصبحتش تجاوزات اصبحت مجازر متعمدة قتل عمدي واحد رايح يضرب مخيم للنازحين ده له معسكر وله منطقة للمقاومة ولا اي حاجة مخيم للنازحين تخيل انه المدعي العام الاسرائيلي يقولك اصل او بتقول انها سيدة بتقول نحن نأسف لما حدث في مخيم النازحين ونجرد تحقيقات نأسف نأسف ايه نأسف ايه مين اللي هيتحمل هذه المسئولية والمجتمع الدولي امتى هيتحمل مسئولياته ترجمة نانسي قنقر